هنا على الحدود الشرقية لمدينة غزة يتم جني ثمار الزيتون على وقع صوت النار يطلقها الجيش الإسرائيلي ويسمعها المزارعون بين حين وآخر يقول وائل أبو الدف الذي زرع العشرات من شجرات الزيتون في حقله إن هذا المشهد واحد من جملة اعتداءات شبه يومية كل فترة وفترة اليهود بيطلعوا يا بيضربوا علينا غاز يا بيطخة علينا يا بيجرفوا يعني هذا الأرض تجرفها تلات أربع مرات يعني كل تجريفة وتجريفة احنا بنجدد على حسابنا الشجر هذا الزيتون يعني إنه من 2014 من رب فيه ونكبر فيه بدهم يجرفوا بأمر من اليهود عشان قال ما حدا يتسلل ما حدا كذا يعني بتظلها يعني بتظلها منعزلة يعني فاضية ولا حاجة ولا حدا يضربها اعتداءات إسرائيلية متواصلة وعلى الرغم منها يعتني المزارعون بشتلة الزيتون بدءا من زراعتها إلى حين نطجها ثم جني ثمارها في وسط أكتوبر في إشارة إلى ارتباط حياتهم بهذه الشجرة المعمرة لسنوات يعمل المزارعون في أراضيهم أمام أعين الجيش الإسرائيلي المتربس لهم على الحدود مواجهة يومية تدفع الأهالي والمؤسسات المحلية إلى المشاركة في الحصاد كما يجري هنا في بلدة خزاعة الحدودية نظمت بلدية خزاعة جنوبية القطاع حفل افتتاح لموسم قطف الزيتون شارك في الحفل نساء ورجال من جميع الفئات وسط أجواء تراثية يسودها التكافل بين الأهالي والمزارعين نحن نقوم بعمل هذه الفعاليات التي تعكس حالة التعاون والتعاضد بين المزارعين والمجتمع المحلي وتساعد المزارعين على ثباته على أرضه هذه المنطقة قريبة من منطقة الحدود وبالتالي المزارعون يعانون من العديدات المبكررة الإسرائيلية وبالتالي يسرعون إلى وقت مبكرا لقطف الزيتون وهذه الفعاليات تساعد وتعاضد هذا المزارع على جني المحصول مبكرا ينطلق المشاركون والمزارعون إلى حقول الزيتون يغازلونها بأغاني ومواويل قديمة فالموسم هذا العام هو الأفضل خلال الصنوات الأخيرة بحسب الجهات المختصة حيث بلغت المساحات المزروعة المثمرة نحو 34 ألف دنوم ويقدر الإنتاج بطن واحد للدنوم الواحد شروق شهين تلفزيون سوريا قطاع غزة